كاتبة إماراتية مستمعين الكرام تخصصها بعيد جدا عن الأدب في الجامعة ولكن عشق الأدب وعشق الكتابة بدأ في مرحلة مبكرة جدا من عمر كاتبتنا اليوم في الستوديو درسة تخصص غريبة شوي بنتكلم عنه أيضا في الساعة الأولى من البرنامج وهو الـ Graphology أتمنى أني قلتها صح Graphology ولديها تقريبا أربع إلى خمس إصدارات الإصدار الأخير هو مجموعة إصدارات رح نتكلم عنها أيضا خلال البرنامج ولكن هي حائزة من خلال رواية كتبتها بعنوان حارس الشمس على الجائزة الأولى والمركز الأول في جائزة الإمارات للرواية الكاتبة الإماراتية إيمان اليوسف حياة شاء الله ويانا في ذاعة دبي أهلا فيك أخوي سيد إبراهيم وأهلا بالمستمعين كلهم لي الشرف أني أنظم معاكم في هذه الساعة الثقافية والأدبية الشرف لنا طبعا أن نتعرف عليك ونعرف المستمعين على إيمان اليوسف اللي بالفعل في السنوات الأخيرة أصبح اسمك من الأسماء المهمة في الصحفة المحلية عندك عمود في الرؤية وكعندك عمود في البيانة توقف ولا لنحي موجود لا حاليا توقف وقريبا إن شاء الله بيكون لي زاوية خاصة في مجالة الإمارات الثقافية نعم إذن بترجعني الكتابة الإعلامية وأنت أساسا موجودة في الرؤية في الرؤية بمستمرة نعم نعم مستمرة في الرؤية وإصداراتك الأدبية اللي أنا زعلان أنت ما يبتيني اليوم غير أصدار واحد بس لا مو بشي أنت كتبتي شي أنت ميمعتنة حق كاتبات الإماراتيات ما عارف ليش يعني لا بالعكس الجهد اللي اشتغلت فيه على خبز وحبر أضعاف أضعاف الرؤية حتى يوم كنت أقابل الكاتبات وأكلمهم كان يقولون لي ينصحوني أن هذا هو خبز وحبر خاص للكاتبات الإماراتيات نعم فكان ينصحوني أن يسوي إصدار ثاني للكتاب الرجال كده قلهم هات تجربة يبالها نقالها طويلة وبعدين رد احتمال بتسوين حق الرجال ألا ما بتسوين بإذن الله إن شاء الله بتسوين إن شاء الله وانا قدر نزاعدهم أكيد طبعا طيب بما أن هذا هو الإصدار الأخير صحيح بزبط اللي هو خبز وحبر بنتكلم عنه بعدين بتكلم عن حارس الشمس لأنه محطة مهمة جدا أيضا في حياة إيمان اليوسف خبز وحبر شو علاقتك بالكتبات الثانيات يعني المفروض أن أنت اليوم بتكرسين وقتك للمسيرة شنتي الأدبية شي اللي وداتش عند الكاتبات وتسوين معهم هذه اللقاءات ليش؟ سببين أول ما بدأت أكتب في الرؤية زاويتي أنا بدأت أكتب في زاوية وبعدين انتقلت للقسم الثقافي في الرؤية وكانت زاوية ثابتة أسبوعية اسمها مرآة قدم نعم لما كنت أطرح أي موضوع ثقافي وأبحث عنه يعني كنت أحصل مصادر في الانترنت أو في المكتبة في الكتب عموما مصادر أجنبية تتكلم عن كتاب أو كاتبات أجانب فأدق تفاصلهم تقوص كتابتهم هوايتهم تخصاتهم الجامعية بالمقابل لما أدور على أي معلومة تخص كاتب أو كاتبة إماراتية وخاصا معاصري ما أحصل فحسنت أننا عندنا ثغرة أو نقص في موضوع التوثيق نعم أحبيت أن أنا أكون لدور في هذا الموضوع السبب الثاني أننا ككتاب للأسف ما أحب أقول أغلبنا ما يكون فيه اهتمام متبادل يعني ما نقرأ زاوية بعض الأدبية ما نكون متطلعين تماما فيه اطلع بسيط على إصداراتنا إحدى المبادرات اللي قام بها اتحاد الكتاب مؤخرا اللي هو الأجال الكتابة قام بالمبادرة لسد الثغرة وبناء جسر بين الجيل الرواد القديم وبين الجيل المعاصر لأنه اكتشفنا أن الجيل المعاصر من الكتاب موهوبين بس ما عنده اطلاع عن الكتب بالإصدارات اللي هي كتبها الكتاب والكاتبات الإماراتيين قبل عشرين ثلاثين سنة هل لأنه مهتم ولا لأنه ما في توثيق عدل بالاثنين ما عنده هذاك الاهتمام ولو كان فيه اهتمام أنا دورت وايد مثلا ما تحصل الكتاب ما تحصل المجموعة القصصية متوفرة ممكن تكون طبعا انتهت فهي مو متوفرة لا على شبكة الانترنت أو في المكتبات ما شي توثيق الشيء الثاني إن الكاتبة الإماراتية ككاتبة امرأة يكون لها تحديات يعني سواء كانت هي امرأة عاملة أو أم أو زوجة تشتغل بيكون لها مع الكتابة تحديات معينة هذا ما تم توثيقة فحبيت أني أعرف هالتفاصيل من كل كاتبة يوم اخترت الكاتبات في خبز وحبر حاولتني ما أكرر بعد يعني عندنا الشاعرة وعندنا الكاتبة تكتفي أدب الطفل ناقدة الأدبية فبتحصل أنه فيه من كل نوع الروائية القاصة نعم فيه أسئلة مشتركة تجمعهم كلهم وفيه أسئلة خاصة نعم حلو أني الجهد من وحدة من هذه الكاتبات أنها توثق جهود الكاتبات عام القراءة خدمتش من هذه الناحية؟ إلى حد بعيد الكتاب تم إصداره أو الشغل عليه تقريبا صار سنتين ونتشر في 2015 عن دار كتاب عام القراءة استفاد منه الكاتب ودارت نشر والقارئ على نفس المستوى تقريبا يمكن مو بس القراءة للكتابة أيضا فصار فيه اهتمام فيه مبادرات وفعاليات انبثقت وطلعت من هالعام القراءة استجابة للقيادة الرشيدة والحكيمة في دولة الإمارات منها استراحة سيدات اللي يتابع لمؤسسة محمد بن راشد يتناقشون ويقرؤون لكتاب إماراتيين وعرب فهالحراك الثقافي طلع هالكتب والكتاب اللي ممكن ما كانوا معروفين في العوام السابقة نعم جائزة الإمارات للرواية كيف كان وقع هذا الخبر عليك؟ من أسعد اللحظات من أسعد الأيام أصلاً الإمارات علي الحمد لله أنا سعيدة ويشرفني أني أكون أخذت في هذا المركز الأول في دورتها الثالثة جائزة الإمارات للرواية صارها ثلاث سنوات من بدايتها لهالثلاث سنوات استطاعت أنها تتبوأ مكانة حلوة نعم مو بس على الصعيد الإماراتي والمحلي نعم مع الخليجي والعربي صارت معروفة الكاتب اليوم اللي يفوس في الجائزة يقرأ له تكتب له مقالات نقدية نعم فكان شرف لي نعم أفوس بالجائزة الحمد لله حارس الشمس الرواية إلى حد كبير رواية واقعية إنما شخصية يعني أحداثها واقعية بيئتها واقعية إنما شخصياتها من نسج الخيال نعم شخصياتها عبارة عن مثلث في نوع من الصراع تطرح الكثير من الأسئلة اللي تمثلنا أحنا يعني وايد من القراء والنقاد الحمد لله يوم قرأه الرواية قالوا إنه يمكن ثيمتها في الموصل إنما تحصل الشخصيات نفسها في أي دولة عربية وفي أي شخص إنسانية بحثة يعني بالدرجة الأولى تمثل كده لأنها تطرح أسئلة إنسانية مثلا مسألة الحلم إنك لو عايش طول عمرك في حلم وتلاحق هذا الحلم كم مستعد إنك تصرف وتبذل وتخسر في سبيل الحصول عليه نعم موضوع التضحية والتنازل مسألة الوطن الأرض المواطنة فهالثيمات الثابتة عموما أدبيا وثقافيا تشوفها تجمع الناس ويمكن أضفت لها نوع من اللمحة الفنتازية إلى جانب الواقعي اللي هي عليها نعم غرافولوجي نعم هذا تخصص في الجامعة صحي؟ لا وين ترستي؟ حاليا لا يدرس في الجامعات العربية على الأقل الغرافولوجي هو علم تحرير ودراسة الخط درسته في أونلاين في جامعة كامبرج نعم البريطانية وحصل شاهدتي بعد من فرنسا من كوريا العرمية تحليل الخطوط هي عبارة عن دراسة سنتين تقريبا يعني ما يعادل الدبلوم طيب هل صحيح أنت أنت تقدرين تحللين شخصية أي حد من سبع سطر؟ لا 14 14 سطر؟ 14 سطر كيف؟ يعني كيف الخط هذا يوديك لهذا التحليل؟ يعني دراسة لغرافولوجي بدت على فكرة بسيطة علمية أن الكتابة أو حتى أحيانا تكون الرسمة أو الشخبطة في حالة الأطفال تتم من الإيد أو القلم بإعاز من الفصل أيسر في الدماغ نعم الدماغ بعد فترة اللي هي بعد 14 بعد 7 سطور يبدأ يستمد بعض الصفات والإنسان من اللا واعي مو من الواعي الخاص فيه فتطلع صفاتها الإنسان عن طريق ضغطة القلم ميلان السطر حجم الحرف طريقة رسمة الألف الباء النقط وأصلاً هو الخط مثل بصمة الإنسان ما تشوف شخصين لهم نفس الخط مستحيل نزين نحظة بس سؤالي لتش هذا الشخص شو لازم يكتبه الضبط شروط القرافولوجي عموما للتحليل لازم تكون A4 الصفحة بيضة بدون سطور يكتب باستخدام قلم جاف نعم 14 سطر منموم أقلها من 14 سطر إلى 7 صفحات كلما كان أطول أحسن اللي يكتبه ما يكون شي هو حافظة يعني مو قصيدة أو نص يحفظها المحلل الخط ما يقرأ المكتوب عموما يعني مو شي ذا أهمية أنا ما يهمني أنا حركة الكلمة حركة القلم طريقة رسمة الحرف وقت تفاصيل من بعيد من بعيد أنا كات هذا إعداد الضيفة اللي بعدت أنا عديت أسئلة تأتي من بعيد من بعيد شو تقولين أول صفة هو صعب وايد أن الصفحة مسطرة فما أقدر إذن ما في شي واضح تذيف المستعيل فوضوي سريع جدا كل شي آخر لحظة يسعطيها لجوبة أنا أنا أحاول أحصي شي أعبق من هالأمور ها كنا موضح بالخط لا أعبق ما براوي تشعيل بخش الورقة أنا حب أقول للمستمعين أنه فيه اتصالات يا ستينا بأن البرنامج ما يستقبل الاتصالات فأنا استسمح منكم وفي كل حلقة لازم أقول لكم هذا الكلام ولكن إن شاء الله الحلقة هاي راح تكون موجودة أونلاين الأسبوع القادم على قناة dcn.ae سلاش دباي ريديو وأيضا اليوتيوب الخاص فيني وأكيد راح تشوفون رتويت من إيمان اليوسف على لينك الحلقة طيب أنت درستي هندسة كيميائية صحيح وأيضا حبيتي أنت كاملين دراستج في الجرافولوجي نعم وأنتي تحبين الكتابة أساسا الأدبية منذ صغر أنا قارئة نهمة منذ صغر وبديت أكتب يعني من 19 سنين تقريبا فتقريبا طوال عمل أن أكتب ممكن أي شاب أو شابة عندهم هذا الشغف الليل حين في مرحلة اكتشاف الذات أو الليل حين في مرحلة الخربشات يسألون نفسهم كيف وصلت إيمان اليوسف للكتابة في صحف وإحنا نبا بعد نكتب في صحف صحيح كيف ياتش الفرصة هذه الموضوع يطلب أكثر من شغلة يعني أولا على الكاتب نفس أن يكون مشتهد أعرف ويد عندهم حلم وطموح الكتابة بس ما يقابل اجتهاد على الكاتب أن يقرأ يقرأ ألف كتاب وسوف تنهم الكلمات كالنهر فعلى الكاتب أن يقرأ يكون متابع للصحافة المحلية والعربية لأن الكتابة الصحفية كتابة المقالة أو العمود تختلف عن كتابة القصة القصيرة أو الشعر أو الرواية أو سيناريو فلكل نوع أدبي اختلاف تام غير الإطلاع أحنا الحمد لله في دولة الإمارات محظوظين دائما أقول أن الدولة هي تمد العون للكاتب وهي تدعمها فأنا الحمد لله حصلت دعم من صحف كالبيان أو الرؤية خليط ومزيج الاجتهاد والسعي مع دعم الدولة هو اللي يصنع الكاتب الإماراتي اليوم الحمد لله نعم في مجال لأي واحد كاتب طموح أو كاتبة أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله إن شاء الله أنت قلت في أكثر من مرة أن الكتابة أسلوب حياة صحيح ماذا تقصدين بالكتابة أسلوب حياة الرياضة أسلوب حياة ممكن والكتابة الهلثي فود مثلا الأكل الصحي أسلوب حياة ممكن كيف الكتابة تكون أسلوب حياة أذكر مرة هي شغلة عادية نعم أو ممكن تقوم بها كل سيدة بيت كل يوم إن هي تقوم تغسل العيش أو الأرز وتطبخها ليش القراءة أو الأدب أسلوب حياة أو حتى الكتابة لأنها تدخل فيها التفاصيل الكاتب الجيد تشوف الكتابة مثل الهواء يتنفسها ما يقدر يقول لك مثلا أنتظر الإلهام أو أني مثلا أكتب أشتغل على رواية وبعدين خلاص أخذ لي فترة نقاها أني ما أكتب يستوي تعويد كل يوم لازم تقرأ شوي لازم تكتب شوي يستوي موضوع تعبير يعني أنا ما أعرف عبر أحيانا عن مثلا مشاعر معينة أو حالة نفسية معينة إلا بالكتابة أحيانا ما أقدر أقولها فلأنها تناقش هالتفاصيل الدقيقة في حياة الناس وتدخل في حياة الكاتب من جانب فهي فعلا أسلوب حياة نعم في 2012 أنت أصدرتي أول مجموعة قصصية كانت 14 14 قصة تقريبا بعنوان وجوه إنسان وجوه إنسان وعندك أيضا مجموعة أخرى أتصور اسمها طائر في حوض الأسماك شو لياب الطائر لحوض الأسماك؟ فكرة المجموعة القصصية بالغلط بالضبط هي فكرة المجموعة القصصية أو اللي يجمع بين كل القصص اللي وارد في المجموعة ما فيها أسماء صحي؟ ما فيها أسماء نعم ولا شخصية عندها اسم وكل الشخصيات وجدوا في بيئة غلط أو الشخصية الصح في المكان الغلط مثل الطائر اللي هو في حوض الأسماك على اختلاف مواضيعها والرسالة اللي تناقشها على اختلاف القصص اللي قصة ما تشبهها الثانية إنما كلها داما أحب أربط مثل خيط بسيط بين كل القصص فكان العامل المشترك في هذه المجموعة اللي هي طائر في حوض الأسماك إنه تتكلم عن الإنسان يوم يكون في بيئة غير بيئة مو شرط البيئة الخارجية وممكن يكون يحفظ في الغربة داخليا نعم أو مثلا في وسط ناس ما يشبههم أو ما يشبهون نعم طيب هل كنت قاصدا أنت ما تسمين ولا شخصية من الشخصيات أم أنت أسلوب كتاباتك بشكل لا إرادي يكون بهذه الطريقة أنا أحب هالفكرة يعني يوم بدايت أكتب من الأول مجموعة قصصية اللي هي وجوه إنسان بعد كانت بدون أسماء ويوم كتاب الطائر في حوض الأسماك أحس أن الاسم مثل الشكل مجرد قناع آخر يعطي صورة زائفة الاسم؟ الشخص بالضبط الاسم الشكل احنا من داخل متشابهين يعني المشاكل اللي نحس فيها التحديات اللي نواجهها مشاعر الحزن الفرح متشابهة أنت مع أي شخص في أفريقيا في أوروبا ممكن شخص ما يتكلم لغتك بس يمر بنفس المشاكل والظروف والأحاسيس اللي أنت تمر فيها فمن داخل أحس أن نشبه بعض أكثر من اختلافات اللون أو الشكل أو العرق أو الاسم فكانت هاي عندي الفكرة التي كنت حابة أوصلها من خلال مجموعاتي القصصية أول ما كتبت أول رواية النافذة التي أبصرت الرواية تقريبا إلى حد ما المفروض يكون في اسم للشخصية لأنك قاعد تعيش معها فصول طويلة كتاب كامل نعم كتاب كامل مو قصة من سطرين مثلا أو صفحتين ثلاثة فكنت حزينة أني لازم أسمي شخصية زعفت لأن اسم الشخصية بعد ليس بشارط ولكن ممكن الذي يقرأ يضع رمزيات حتى على الاسم ويقول أولا هي سمت هذه الشخصية لأنه هي تقريبا مدرسة قديمة يعني حتى ممكن تشوفها عند إحسان عبد القدوس نجيب محفوظ والذي قبلهم أنه يعطيك يمكن يغششك من على الشخصية من الاسم مثلا عادل، سعيد، صحيح يعني صفية، فهل إسلامي هي شيء حلو ومدرسة جميلة أصلا أدبية للحين أنا أحب أقرأ لهم بس قناعتي الشخصية بدون أسامي أحسن إذا هل أنت فعلا تشوفين أن الطبيعة البشرية كلها تتشابه نعم، إلى حد كبير ومن الداخل أكثر طبعا من الخارج بس هناك استثناءات يعني مثلا هنا في بشر ردات فعلهم أحاسيسهم في بعض الأحيان تكون أكستريم، في تطرف الشعور ساعات يعني في ناس يحزنون وايد وفي ناس يفرحون وايد حساسين زيادة وفي ناس بليدين ومعندهم أحاسيس ومشاعر عندهم لكن هم من الداخل فيهم جمود هذه اختلافات أيضا بالضبط، بس بالنهاية مثلا الإنسان العاطفي نعم أو الإنسان اللي نثما قلت جاف أو الإنسان اللي هو رد أفعاله وايد حادة هالإنسان ممكن شكله أو بيئته تكون عائق مثلا أو تأثر في هالاختلاف لا، أنت تحصل إنسان عاطفي عربي وإنسان عاطفي أجنبي وإنسان عاطفي حتى مثلا في علم الـ Graphology لأن درست التحليل باللغة العربية وباللغة الإنجليزية نعم فبيئة الشخص تأثر في الخط يعني مثال يوم كنت أحلل خطوط لأشخاص مثلا من بريطانيا البريطانيين عندهم العاطفة إظهارها خطأ أو انتقاص من الشخص يعني الشخص الجيد هو الإنسان المتوازن بينما مثلا الشخص العربي تميز بأنه يحبها الصيفة أنه يظهر العاطفة اللي عنده بشكل مبالغ فيه مبالغ فيه ويعتبره أنه حلو يعني ما يميز الشخص العربي غير مثلا الكرم نعم أنه شخصية حنونة عطوفة عصبية نعم فتشوفها الموضع بعد ينعكس في الخط عشان شي يمكن عندهم حتى المجرمين تلقين أشكالهم جدا هادية وتعرفين سيريال كيلرز ما لهم أكثر أكثر ناس تشوفينهم باردين وأشكالهم بريئة ما أعرف إذا هذا السبب أيضا يرجع لثقافتهم بأن مشاعرهم دائما مكبوتة في الداخل هي في النهاية ما أشوف أنها كاتب بقدر ما هي تفكير ثقافة معينة يعني تربعوا في بيئة معينة تمدح تصرف معين ممكن ما يكون هالتصرف أو هالطبيعة يسموها ممدوحة أو محمودة في بيئة ثانية نعم تعتبر خطأ نعم نعم أنا سمعتتتش مرة اللقاء على قناة الضفرة أعتقد قلت فيه بأن تحضرتي ورشة لنجوم الغانو محمد حسن أحمد في كتابة السيناريو أنت كتبتي سيناريو جرت وتكتبين سيناريو وكان في مسرح الشباب للفنون أم لا مسرح لا مسرح دبي الشعبي مسرح دبي الشعبي كانت الورشة هناك بضبط هم ورشتين ورشة إخراج سينمائي وورشة كتابة سينمائية كانوا الورشتين مع بعض نعم والأستاذة نجوم الغانو وكان بعدها أستاذ محمد حسن أحمد في مسرح دبي الشعبي أو مسرح دبي الأهلي أو مثلا مسرح شباب الفنون هذه الجمعيات اللي تكون جمعيات حكومية اتحادية تسوي الكثير من الورشات تتكلمنا حتى نحن قبل الهوة عن جمعات النهضة النسائية وكل هذه الجهات الحكومية المختلفة تقيم دورات بشكل مستمر وتقيم ورشات مختلفة بشكل مستمر ولكن ما يكون عليها هذا الإقبال الكثير أنا أتكلم عن قرب لأني أنا يمكن أتابعهم شوي أنا تفاجأت لما أنت ذكرتين أنت دخلتي ورشة مثل هذه كيف سمعت عنها وهذا الجواب اللي أنا باتش تقولينه أبغي كل حد يسمعنا من الشباب اللي يقولون ما في دورات لا للأسف في دورات وايد ومختلفة وفي كل المجالات يعني حتى مثلا في اتحاد الكتاب تم تعاون بين اتحاد الكتاب فرع دبي وبين مسرح دبي الشعبي بس في مقر الاتحاد كانت الورشة وكان ضيفنا أستاذ محمود أبو العباس نعم كاتب مسرحي ومخرج مسرحي بالضبط ومثل مسرحة كانت فرصة فعلا جميلة لأننا احنا تعرفنا عليه وقدمك أكثر من ورشة في اللقاء والتقديم المسرحي في الضوء والصوت شخصيا أنا عرفت عن الورشة عن طريق الاتحاد الكتاب لأن تعامل معه وتعاون مع مسرح دبي الشعبي وقدمه مع بعض أكثر عن ورشة أكون يعني فيما يقول ونصريحة وللأسف الإعلان عن هالورشة أحيانا يكون متأخر ضعيف وضعيف يتم الإعلان قبل أسبوع أو أقل وأحيانا عدد من الأيام بسيط ما يخلي الشخص ممكن أن تعطيه فرصة أنه يسجل وضعيف يعني مثلا على سابات مثلا الإنستجرام وتويتر ما تشوفها في الصحف والمجالات أو العكس صحيح أتمنى يكون فيه إعلان أكثر وعلى شباب بعد أنه شوي يحاول يدور لأنه هالورشات موجودة مو بأنه موجودة ويكون متعوب عليها وضيوفها يكونون من خبرات والكفاءات الحلوة أنت من وين اكتشفتي هذه الورشة؟ عن طريق اتحاد الكتاب عن طريق الاتحاد لأن هذا بسبب وجودك أنت في الاتحاد أنا عضو في اتحاد الكتاب في اتحاد الكتاب مع كل ورشة أو كل فعالية يقوم فيها يطرشون إيميلات وعندهم في الإنستجرام والتويتر يتم الإعلان عنها وكان فيه إعلان بعد عن طريق مواقع التواصل التابع لمسرحة بي الشعبي فالأحد ممكن يحب يعرف عن هالورشات يتابعهم أنا أتمنى حتى يكون فيه إعلان في الجامعات ياريت يعني هذا المكان الأهم لاستقطاب المواهب الشابة صح وتي تعرفين الشخص في هذا العمر ويد متحمس ولها قابلية كبيرة يعني تقدر تزرع فيه ما ستحصده بعد سنوات بالشكل اللي أنت تزرعه وممكن توجهه يعني ممكن يكون هو شخص يدرس تخصص معين ويكتشف شغفه عن طريق ورشة وعن طريق فعالية أو مباشرة نعم فبالأكس كانت تخدم الشخص وتخدم الدولة فيه النافذة التي أبصرت أيضاً رواية التي تشنتي أول رواية إيمان هذه كانت أول رواية كم صفحة كانت؟ 396 طويلة يعني رواية تقريباً 400 صفحة صح نعم طيب روايات إيمان اليوسف مثلاً حارس الشمس إحنا عرفنا أن الطبعة نفذت ومش موجودة لك الأونلاين ما تحرصين على وجود نسخ إلكترونية إذا ما في مطبوعات مثلاً ممكن واحد يشتريها أونلاين؟ مسألة الأونلاين الكتاب الإلكتروني إلى اليومنا هذا مثل ما يقول عائدة إلى دار النشر تعاملت مع أكثر من دار نشر فكان لكل دار نشر سياسة معينة مثال طائر في حوض الأسماك المجموعة القصصية تعاملت مع الدار العربية للعلوم ناشرون في لبنان جزء منهم أو تابع لهم اللي هو موقع نيل وفرات نعم فتباع المجموعة القصصية عن طريق نيل وفرات عندنا مثلاً نافذة التي أبصرت وخبز وحبر عن دار كتاب فالدار تحاول حالياً عندها سياسة معينة للنشر الإلكتروني ولبيع الكتاب الإلكتروني رح تتوفر قريباً سماعت منهم عن طريق موقعهم نعم واللي حاب أنه يحصل الآن على رواياتك شي سوي نيل وفرات تقريباً حالياً هو الأحسن موقع وفيه جملون نعم بعد توفرها أونلاين حارس الشمس موجودة؟ موجودة متوفرة ودار قنديل بعد عن طريق موقعهم دار قنديل ليش نوعتي في دور النشر أكثر من مرة؟ الموضوع مصادفة أول ما نشرت نشرت عن دار كتاب النافذة التي أبصرت نعم وارتحت لها الدار دائما أقولهم دار كتاب بيتي الثاني كان الدار إماراتي على قدر من الحرفية والكفاءة وقدمت كتاب معروفين يعني وساعدت في انتشارهم الطائر في حوض الأسماك تم عرض أني أنشرها من الدار نفسهم الدار العربية للعلوم وكانت فرصة حلوة للانتشار على المستوى العربي يعني لأني نشرته مع دار محلية فكانت الخطوة القادمة النشر على الصعيد العربي في رواية حارس الشمس اشتركت في برنامج دبي الدولي للكتابة اللي هي تابعة لمؤسسة شغل محمد بن راشد فكان من ضمن هالبرنامج أنه بعد ما نخلص كعقد واتفاق أنه يتم نشرها في ضمن حدود المؤسسة اللي هي جزء منها دار قنديل نعم فعلا فالوضع جاء مصادفة يعني وعنه تنوع جميل نعم فعلا عشان الواحد بعد اكتشف التوجهات كل دار نعم طيب أقرأ الشعر لكي لا أنسى هاي تغريدتش أمس صح اليوم اليوم ما أعرفي أمس لا اليوم هتي غردت يعني الحر كتبتي كالمستجيري بالرمضائي بالنار بالنار نعم لا قبلها كانت هذه نعم شو تقصدين أقرأ الشعر لكي لا أنسى لا لكي أنسى لكي أنسى مش لكي لا أنسى ماذا تنسين لكي أنسى أي شي الشعر بالنسبة لي غير عن الكتابة دائما يسألوني ليش تقرأين يعني ليش بدأتي أنا بدأت القراءة قبل الكتابة وكنت أحب أقرأ أي شي لأي كاتب قبل ما يكون عندي مثلا كاتب مفضل أو نوع مفضل من الأدب فأقولهم كنت أقرأ لأني أبحث عن أجوبة يعني كان عندي دائما أنا كنت طفلة فضولية فكانت أحب أن يكون عندي أسئلة وأغلب الأسئلة اللي عندي ليس لها أجوبة إلى يومنا يمكن أن تأتي ذبت مجال الإعلام من كثرة الأسئلة اللي عندك إياها فباعد كان عندي تساؤلات نعم فحتى في تغريتي أقول أن أنا أقرأ حتى أحصل على أو أسأل على أحصل على إجابات لهذه الأسئلة الشعر موضوع مختلف بالنسبة لي ما يشبه الرواية ولا المجموعة القصصية ولا المقالة ولا السيناريو الشعر حالة خاصة يعني أتذوق الشعر مثل الموسيقى فتشوفني يوم أقرأ الشعر أحس أنسى نفسي وأنسى العالم خاشة شوية أشعار كاتبت أنها في الأدراج وقفل عليها وما تطلعينها ولا لا وفي الكمبيوتر أو تقريبا عندي الشعر ليس للنشر وصح للحي ما نشرت أي قصيدة ليش وما أعتبر نفسي شاعرة بالدرجة الأولى مثل بقية الشعر أو أعتبر يمكن مساحة خاصة للحين ما أحس أني أقدر أشاركها يمكن يوم من أي يوم أنا تفاجأت لما كتبتي مقال عن أنا أبريء الشي صح يعني فلاشباك شي مثل الطلقة في راسي يعني وتلفزيون دبي من الزمان وقناة القرآن المصرية ياتش فكرة قصة تكتبينها بناء على هان عنوان صحيح بنتها على هالأغنية سميرة غانم للأطفال وكتبت القصة القصيرة بناء على هذه الأغنية والقصة القصيرة تم تحويلها إلى مسرحية مؤخرا مسرحية من هو مخرج المسرحية؟ بالضبط الأستاذ أحمد يوسف نعم وتم عرضها في القصبة في الشارقة في مهرجان الخليج نعم للفن والمسرح كان ليشرف طبعا ضمن عدد من المسرحيات المسرحيين وكتاب خليجيين المسرحية حلوة الحمد لله لقت نجاح وكان أول تجربة لي فكرت أن قصة قصيرة يتم تحويلها إلى نص مسرحي وثم تمثل نعم على المسرح أنت تعرفين في الإمارات في حركة مسرحية من خلال المهرجانات المسرحية الموجودة ما فكرتي تكتبين أكثر في المسرح خصوصا أنهم بحاجة أيضا لكتاب شباب وإماراتيين موضوع المسرح موضوع جميل جدا يعني نفس موضوع السيناريو نعم عالم متكامل ولا قوانين ولا قوالب الخاصة فبدايتي كانت مع المسرح عن طريق أنا أبريق الشاي وأتمنى تكون بداية فعلا حقيقية أفكر في كتابة السيناريو حاليا أشتغل على كتابة أفلام نوية على السيناريو عندي عمل قريب إن شاء الله أجل أشتغل عليه من المخرج مفاجأ خلينا لا 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 قولي لي للحين أسين نشتغل عليه للحين بس هي بداية إن شاء الله دخولي لعالم السيناريو والكتاب نعم أفلام قصيرة وبعدين إن شاء الله سينمائية السيناريو طبعا يحرك الخيال هو يحتاج أصلا كاتب بصري كيف لقيتها يعني كيف لقيت كتابة السيناريو مختلفة عن كتابة الرواية هي مختلفة تماما هاي كبداية أول ما خدت ورشة الكتابة السيناريو مع سيد محمد حسن أحمد وطلعت في هذه الفترة على أكثر من سيناريو يعني كنا نشوف الفيلم القصير أو الفيلم السينمائي لدرامي الطويل أو حتى المسلسلات وبعدين نرد يعني نسوي عمل عكسي عودة عكسية للسيناريو السيناريو مثل ما تفضلت إنه أنت تكتب مشهد يعني تكتب الشخص راح يتشوفه بعينه وهذا موضوع واي صعب أساسا كروائيين وككتاب قصة قصيرة فيه الكاتب البصري وفيه غيره الكاتب البصري يمكن يكون أقدر على كتابة نص السيناريو مثال عندك أحمد مراد كاتب مصري معروف اللي هو كتب فرتيقو كتب تراب الماس الكاتب أصلا أحمد مراد هو مصور فوتوغرافي فعنده نظرة سينمائية يوم تقرر روايته أتحس أنه أصلا تقعد تشوف الفيلم أو قعد تشوف الشخصية بس الرواية مو أصعب من السيناريو وايد أصعب من السيناريو الرواية وايد أصعب من السيناريو أصعب عمل أو أصعب لون أدى به الرواية أصعب من القصة القصيرة وين تك من صعوبة الرواية إيمان؟ أنك قعد تخلق عالم كامل القصة القصيرة مثال هي ومضة يعني تكون مثلا شفت شيء أو صالك موقف أو شيء معين تفصيلة معينة ألهمتك بهالومضة وكتبتها والقصة القصيرة أحيانا تصل إلى سطر معين أو حتى عدد من الصفحات حالة أدبية وانتهت الرواية لا تعيش معاك ممكن من شهور وسنين وتبني الشخصية وتبني هذا العالم الكامل والرواية الجيدة لازم تقنع القارئ أن هذا العالم حقيقي موجود وهالشخصية شافها أو ممكن يشوفها وممكن يصادفها فتصل إلى هذه الدرجة من الإقناع ومن القرب من الواقع للقارئ صعب جدا نعم إيماني اليوسف أنت تعرفين بأن هناك كتاب أعمدة كثار في صحفنا المحلية ومعظمهم يكتبون في مواضيع عامة ومواضيع اجتماعية وانت أيضا نفس الشي تكتبين في مواضيع عامة لا أكتب في ثقافية أكثر ثقافية أكثر عندي مواضيع اجتماعية وعندي مواضيع عامة لأن أحيانا الموضوع هو يستفزك للكتابة يعني تسمع عن أمر أو تعايش موضوع فيستفزك أنك تكتب عنه إنما مؤخرا لأني تقات إلى الصفحة الثقافية بحكم هذا الزاوية أو التوجه أغلب المقالات ما أنقول لنا ما كلها تميل إلى ثقافة ومو أفضل لك يمكن أن هذا مجالي ومعظم همومي تكون ثقافية يعني اللي تحس أنه مثلا عندي مواضيع حابة أني أناقشها حابة أني أوصلها تقع في الجانب الثقافي أكثر ما حسيت بأن وجودك في السابق بين كتاب يكتبون في مواضيع عامة اجتماعيا إنه ويد زحمة هذا الميدان ويد مستحم وكل يكتب في مواضيع اجتماعية لا على هالزحمة تشوف أنه لكل كاتب صوت ولكل كاتب مثل الأوركسترا نغمة معينة بس كلهم ممكن يتكاملون ولكل كاتب في مجموعة من الأشخاص اللي تتابعه وتشوف أنه يمثلها أو يناسبها أو يعبر عنها أنا مع تعدد الأصوات اشتغلت فترة في قسم الأونلاين في صحيفة الرؤية فكنت في تواصل مع الكتاب وكنت أحط أنزل مقالاتهم على موقعنا وعلى التطبيقات اللي في الآيفون والأندرويد فيمكن في هالحكم كنت أقرأ أكثر وأطلع أكثر على المقالات حتى أحيانا تصل إلى درجة أنه مثلاً في عدد من الكتاب ممكن أربع أو خمس كتاب يكتب في موضوع معين نعم ممكن يكون هالموضوع ظاهر في هالفترة أو مبادرة مهمة أو شيء نعام فيكتبون فيه ومع ذلك على تكرار الموضوع ما تحصل تكرار للفكرة أو تكرار لأسلوب طرح الفكرة أو الزاوية اللي يشوفونها منها وهذا النجاح بس التشابه أنت تشوفينه من هذا الجانب ولكن التشابه في موضوع العمود من أكثر من كاتب ما تشوفينه هذا شيء سلبي أم أنت تشوفينه إيجابي إذا تم تناوله بطريقة ناجحة ما أشوفه سلبي لأنه عندك مواضيع تهم الرأي العام نعم فتشوف الكاتب حاول أنه يتكلم عنها بس ما يتكلم عنها بالضرورة من زاوية تشبه زميلي اللي يكتب عن الموضوع ما أشوفه بهذه الطريقة أو ما أحب أني أتكلم عنه بطريقة سلطة أو معينة أنت ممكن أصلاً تشوفه بطريقة بانورامية يعني مثلاً لو خمس كتاب رح تشوفه من كل الاتجاهات نعم جميل لماذا تركتي الوظيفة؟ ظروف اجتماعية أم تفارغاً للكتابة؟ يمكن تفارغاً للكتابة أكثر مو لا مو ظروف اجتماعية وما تركت الوظيفة أولاً أساساً يعني أني ما تركتها لا بس أنا ككاتبة ويمكن هاي ترقبوها في مقالة قادمة كنا نتكلم في الثلاثين يونيو اللي طاف يعني كان من ساعاتي أني ألتقي بوزيرة السعادة معالي أستاذ عهد رومي على مأدوبة سحور نعم من تنظيم مهرجان دبي لطيران الإمارات وتكلمنا كنا نخبع من الكتاب والكاتبات فاتكلمنا عن مطالبنا أو ما الذي يجعل الكاتب الإماراتي أكثر سعادة نعم وخاصة في عام القراءة اكتشفت أن أغلبهم اتفقوا على شيء واحد أن مسألة التفريغ أو أن تعتبر الكتابة مهنة يحتاج الكاتب أحيانا في فترات معينة أن يتفرغ لهذا العمل دائما دائما لما يكون عنده مشروع أدبي صحيح الفنان الكاتب يعني تعرفين أي شغلة إبداعية فعلا محتاجة بعدين هي رافض ثقافي مهم والدولة محتاجة إلى هذا الرافض الثقافي يعني ككاتب أنا تكلم عن الكاتب الجيد المنتج هو بالضرورة وبالمكان الأولى وهو مفكر يقدم طرح معين ومغاير لمجتمعه للقارئ فيحتاجها المساحة من التفكير والإنتاج وتأخذ مساحة بعد من حياته فما تركت الوظيفة وإنما كانت تفرغ جميل لأحد ما أقول الكتابة نعم وأنت محتاجة دائما تكونين في هذه الحالة صح والحالة دائما هذه تكون حاضرة فيك حالة الكتابة والإنسان كلما يكرس وقته أكثر لمجال ومبدع فيه أيضا نعم نعم يبدع فيه ويتطور فيه أيضا إيمان اليوسف وين نلقى أصداراتش في مكتباتنا في الإمارات الحمد لله تلقونها في أغلب المكتبات أذكر مول الحصر يعني في مكتبة دبي مول في كيناكونيا في مكتبة المجرودة في بوردرز في كتاب كافي تحصلونها في دار قندير يعرضونها في مكتبات الخاصة في الدار نفسها نعم في مؤسسة شيخا محمد بن راشد في مكتبات دبي العامة في معارض الكتاب تقريبا وغير الأونلاين نعم ما تفكرين ترجمين حرص الشمس بعد ما فازت الرواية نعرض عليه كذا شخص أو كذا مؤسسة أو كذا جهة خلينا نقول لترجمة العمل أحاول أني أدرس هالعروض اللي عندي لأن موضوع الترجمة موضوع حساس وعيد في الأدب وإن شاء الله يعني نصل لأتفراق ونشوفها قريبا مترجمة ياريت آخر سؤال أسألشي يا شو آخر كتاب غريتي آخر كتاب نعم كتاب حليب أسود لأليف شفق وعيبني الكتاب لدرجة أن أخذ مساحة من تفكيري يعني أولا وأنا أقرأ الكتاب كنت خلص ما أقرأ أي شيء ثاني وأفكر فيه ما أخوذ بالكتاب واحد أولا أقوم ما خلصته في يومين وثلاثة وأربعة بعدني أفكر في الكتاب من أجمل الكتب اللي قرأتها وتجربة جميلة مو بس كقراءة إنما تجربة متكاملة نعم خلينا بعدها أسوي هذا النوت وين كلمي راح عشان ما أنسوا أقرأ هذا الكتاب أيضا وننصح المستمعين أيضا بأنهم يقرون شو قلين لهم عن حليب أسود حليب أسود كتاب لكاتبة تركية أليف شفق أتناقش فيه هو خليط تتكلم فيه عن أكثر من كاتبة طبعا للأسف كلهم كاتبات من الغرب ما تتحصل كاتبة عربية نعم وتتكلم فيه عن تجربة شخصية تعرضت لها بعد الإنجاب تعرضت لها مرحلة بعد الولادة الاكتئاب ما بعد الولادة فتتكلم عن هذا الاكتئاب كيف تخططها وكيف طلعت من الاكتئاب بجهودها تتكلم عن تساؤلات مهمة تهم كل كاتبة تمر بمرحلة الأمومة والتربية الطفل وبين مشاكلها أو صراعها بين الوظيفة والكتابة نعم وتستشهد غير عن تجربتها الشخصية عدد ما شاء الله كبير من الكاتبات نعم كتاب الحريمة كثر شي تخريبا أنا أحب أن أتشكر وجودك في الستوديو أنا استفدت من وجودك وأتمنى أيضا المستمعين تسمعونا واستفادوا من حوارنا اليوم أنت مشرفة لكل إماراتيين نتمنى أن تستمرين في عطاءاتك أشكرك مع الاستضافة الشرف كان وسعادة لي ومن قبلي أتمنى أكون كنت ضيفة خفيفة في هذه الساعة الأدبية وأتمنى التوفيق والحظ السعيد مثل ما يقولون لك الكاتب وكاتب يشق طريقه ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة